أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا التحليل به الوحدة الحادية عشر التلوث الضوضاء نواصل شرح محتويات هذه الوحدة واليوم في هذا المقطع نتناول طرق التحكم في الضوضاء طرق التحكم في الضوضاء التوعية بخطورة التلوث الضوضاء إذن هنا نركز على التوعية اتباع التعليمات التي تحد من إصدار الأصوات العالية هنا اتباع التعليمات هو أهم النقطة هنا منع استعمال مكبرات الصوت ذات الأصوات الحادة في الأماكن العامة منع استعمال مكبرات الصوت التحكم في الضوضاء الصادرة من الماكينات الضخمة في المصانع وذلك يوضع في أماكن معزولة يعني وضع الأماكن معزولة لكي تغليل من إصدار هذه الضوضاء استخدام المواد العازلة للصوت في الحوائط والأسقف والأرضيات في حالة بناء مرافق عامة كالمدارس والمستشفيات إذن هنا عزل الصوت هنا عزل الصوت كي يؤدي إلى تحكم في الضوضاء يجب أن لا تزيد الضوضاء عن 40 ديسبيل في المدارس و35 ديسبيل في المستشفيات وفي هذا لا تصل الضوضاء إلى هذه الأماكن العامة أن تكون المطارات على بعد 30 كيلومتر من المدن وضعها بعيدا لتفادي الصوات العالية الصادرة من الطائرات الاهتمام بالتخطيط العمراني وعظم وضع الويرش بين المساكن وتحت العمارات السكنية وذلك لاتقاء أو التحكم في الضوضاء الصادرة من ماكنات الويرش زيادة المسافة بين الضوضاء والسامع الضوضاء والسامع لكي لا تصل لحد الضوضاء للإنسان الذي يسمعه بهذا نصل لنهاية هذه الوحدة ونشرح المقطع ونشرح محتويات هذه الوحدة في مقاطع أخرى إن شاء الله